كلنا النهاردة في انتظار المواجهة المرتقبة ما بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري بعد ما تأهل الفريقين للنهائي هنتكلم النهاردة عن كواليس استعدادات النادي الأهلي والزمالك لهذه المباراة نهائي السوبر وزي هتعامل مع المباراة كولر وجوميز كل التفاصيل دي مهمة جدا نحن نعرفها النهاردة بسيطة نعرفها بقى بالتفصيل من ضفنا النهارنا في الستوديو نهاردة الأستاذ إسلام علوي الناقد والمحلل الرياضي أهلا بك إسلام أهلا بك في صباح الخير وعليك وعلى كل الناس المتوين أهلا بك حكينا كده عن كواليس التدريب الأول للأهلي مبارح قبل المباراة كانت عاملة إزاي كولر بيستعد إزاي هو مرس الكولر بعد المارش الأخير بتاع سلميكا كلوباترة تعرض لنقد جديد الأداء مكانش كويس ويعمل روتيشن لو احنا خدنا بالنلعب كل الدكة ده يمكن خلى جمهور النادي الأهلي شوية بدأ يتحمل عليه اللي هو ثقة زيادة وغرور الراجل هنا بالموضوع بيحمل وجهة النظر يا ثقة زيادة وغرور يا إما بيجهز مفاجأة للزمالك وأنا وجهة نظري بيجهز مفاجأة للزمالك هو عارف أن جومز المدير الفن للنادي الزمالك أكتر واحد جمسك لنادي الزمالك آخر السنين اللي فاتت ديت وعنده حظ شوية زائد فكر في التعامل مع كولر فاهم دماغ كولر تحديدا يعني لعبوا أربع مواجهات منهم واحدة يعني ما تلعبتش اللي هو الموتش اللي انتسحاب ده كسب اثنين وخسر منش واحد فده ريكورد بالنسبة لمدارب نادي الزمالك مع مدير الفني للنادي الأهلي ما حصلش السنين اللي فاتت كلها فحاجة مختلفة أن المدير الفني الوحيد اللي بيقدر يتعامل معاه حتى الخسارة الوحيدة اللي خسارها في الكاس في السعودية كان البوزيشن لنادي الزمالك في خط الوسط كل واحد فيهم بيحاول يجاهز فالراجل محبش يفرد كل الأوراق بتاعته قدام فريق سراميكا كولوباترا ويجهز له مفاجآت علشان ما عرفوش مين اللي لقابه الجاهز والي وقف على رجله فيه تشكيل أنا حاسم أن الموضوع مفاجآت ده تمني منك انت لا لا بالعكس أنا متمناش يبقى فيه مفاجآت ده العلم يعني أنا بالعكس متمناش يبقى فيه مفاجآت جومز المدير الفني ده زمالك بيعرف أنه يتعامل مع مرسل كولر يعني ليه النهاردة جومز قادر أن هو يلعب قدام كولر ويكسب يعني يكسب السوبر المختلف اللي عمله جومز فا ما يدل استراتيجية اللي بقول الله حضرتك عليها دلوقتي ليه استراتيجية اللعب الكلاسيكي اللي بلعبه كولر قدام أنت هتلعب لعب الكلاسيكي أنا كمان هلعبك لعب نايم الموتش بلغة الكورة كده بيموت الموتش مرسل كولر بلعب لعب الكلاسيكي بحت اللي هو كنجل الأزيمة اللي هو باصي 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 عنده جونشوت حتى هو بيحبش اللقاب الحريف تلاقيه مشاق ندوسي مش عايزه وعمر سليما بيشاركش أي لاعب عنده الفنت أو المهارات أحمد عبدالقادر برضو مش عايزه أي لاعب دريبلينج أو مهارة أو كده بتلاقيه مش موجود هو راجل كلاسيكي جدا الكورة ديت نفعت مع كل الأندلة في مصر بعادة سبحان الله الزمالك رغم أن زمالك مش مستقرة من ناحية الدوري فكورته جت على التبطوب بالنسبة لجوميز المدير الفني للنادي زمالك لأن جوميز الناحية التانية بلعب كورة أكتر منطقية يعني هنا منطقي وهنا زي ومنطقي فإحنا هنلعب لها بإحنا الاتنين بقى هننم مع بعض هتنايم بالضبط المرشي بموت هل هم الاتنين قصدين كده ولا مستوى الفرقتين أصلا خلال الفترة اللي فاتت بيؤكد أنه مش المستوى اللي تشوف فيه مهارات و تشوف فيه هجوم فعايزين يلعبوا هم الاتنين بنفس الطريقة دي بالعكس ليس عشان السوبر الماصر يعني أنا فاهم بس الحالة الفنية يعني تقصد أكيد من الخروج من سيزون لسه لعبة مش وقفة رجلها ولكن السكواب بتاع النادي الأهلي قوي جدا هو الراجل عنده بعض الجبن وده اللي بدأ ممكن يبنى لجمهور النادي الأهلي بدأ يحسه أنه هو فك اللجام شوية خسرته للسوبر الإفريكي محدش أبدا كان يتوقع أنه ممكن النادي الأهلي يخسر بالأخص عشان الحالة الفنية اللعبة ندي الزمالك بالمقابل بلعبة الحالة الفنية اللهبة القناة الأهلي فرق كبير جدا لكن هو عنده مشكلتين زي ما εί�가�و أول مشكلة ένα الراجل الكلاسيكي يلعبه ونمطي محفوظ أي نادي بلعب قدامه على أنه ينام المشو ويتعدل معاه ويقدر انه يتعدل بلعب على تفضلة المساعاتً نادي الزمالك بلعب اللغتي على النادي الزمول فأنا أصلاً كمدير فان النادي الأهلي المشكلة اللي بيقابلها إيه؟ إن أنا عايز أمس الكورة عشان أبتدي أوزع في لعب الكلاسيكيلا أو تلك عليها واحد واحد اثنين فالنادي الزمالك عمل تدعمات كلها في خط الوسط أصلاً اللي هي المكان اللي الأهلي بيبدأ فيه الهجم فده لأصبح فيه تكتل كبير جداً الفرقتين لا بيقدروا أنهم يعملوا هجمات كتير على بعض فبالتالي النتيجة بعد كده بتروح للنتاج اللي نحن بيشوفها تعادل سلبي لا جماهير الزمالك كانت راضي عن أدابه مع بيراميدز ولا جماهير الأهلي راضي على أدابه مع سراميكا كليبترا اللي هو كولر لا قل точки عن الجماهير الجماهير نفسها آه لكانت다는ه المباراة هذه ولا العكس كانوا بيقولوا كمان ان سراميكا و بيراميدز كانوا قاموا هناكيما في النهاية بالزبط طبعا، آه دي حقيقة سراميكا الناس تعتفت معهم ولكن هنبص هنا الحالة مختلفة عن حالة النادي الأهلي نادي الزمالك الحالة الفنية وغيابة نلاعبها مهمين جداً إن سكواد زي ما قلت لك نادي الزمالك هو 11 لازم ينزلوا على بعض لو واحد فيهم بس نقص بيحصل مشكلة في التشكيل إحنا كان غايب مثلاً فيه ماتش الزمالك كان غايب عمر جابر وكان لعب مهم جداً ولعب محوري زي نبيل عماد دونجا في خط الوسط دلوقتي فالتنين دولاً ما غايبوا فضوا نادي الزمالك وكشف بلغة الكرة فأصبح فريق برومنز هو الليل الأغلبية وهو فعلاً قدر أنه هو يعني يسجل هدف وقدر كمان أنه هو يعني يوصل ويجيب ضرب الجزاء وفيها توفيه كبير جداً من بدلق إنها ضاعت وفي الآخر خصر برقلات رجيح النحية التانية سراميكا كلوباترا بدعم ب 16 صفقة كابتن آيمن الرمادي جايب 16 صفقة منهم أربع لعيبة من برمز الفريق الكبير برضو اللي عنده إمكانيات ودى لهم لعب واحد خد قدامهم أربع لعيبة من اللعاب الكبير إسلام عيسى فخر اللقاي يعني بتتكلم على أسامي كتير جداً ودعم كمان من جومهم بره حافظ الأحمد رمضان بكام عمل تيم كبير جداً وكابتن آيمن رمضاني مدرب محترم جداً عنده إمكانيات نحية التانية بقى كولر غرور غير طبيعي نزل اللي عم تلعبش كريم ندفت في خط الوسط لعاب مش جاهز حطه قدام كمان طهر محمد طهر رغم أنه يسجل جنيه لكن الرجل ده أصلاً بيتعرض لهجوم مش جاهز بطريقة كبيرة وده اللي خلى كهرباء يعني يخرج عن السياق بسبب اللي هو شايفه في التشكيل لو أنت بتعق جامد تما تحطيني في المعكاكة دي يعني هو دي وجهة نظر كهرباء آه بزر تخدني معه الإصابات كمان في الأهل كتير يعني عندك عمر كمال عبدالواحد عندك أسامي أبو علي طاهر محمد طاهر رمي ربيعة إصابات كتيرة هيعمل إيه بقى كولر هيرجع بقى للتشكيل الطبيعي بتاعه الناد الأهلي ما عندوش مشكلة في البداية الموجودة يمكن هما بظهروا أن هما بحالة فنية كويسة جداً رغم أنه ممكن يكون يعبع على لعابة الناد الأهلي شوية عدم الانسجام بالأخص في خط الوسط لأن اللعابة بتلعبش مع بعضها أنا مثلا ما بلاقيش كتير جداً كريم ندفد بلعب جنب إبام عشور موضوع الفجوة ديت هو يمكن أنا جيت قلت لك وبيجهز حاجة لزمانك بدأ يعمل المكساد ديت أنه يحط إمام جنب كريم ندفد على سبيل التجربة عشان يربك الحسابات يعني يربك الحسابات وكمان يدخل لعابة ديت زي ما تحضركت أفضلت وقلت أن فيه لعيبة هتغيب فأنا عايز أحط بديل يكون جاهز فحط كريم ندفد حتى برضه قدام طهر محمد طهر اللي هو سؤال بيسأله نفسه ماذا لو وسامة صاب إيه اللي يحصل لو فيه حاجة حصلت ما عندوش بديل هجومي الأهلي ما تعقدش معها مهاجم بديل ولكن السؤال اللي دائما بيسأله حتى المشجع الأهلاوي أنت ليه مدام أنت خايف على وسام مش بتجهز كهرباء يعني حط الكهرباء معاك كخيار تاني بلاش تالت طهر محمد طهر سجل هدفين فأصبحت الأسمان بتاع تهور يعني في السماء لكن هل ينفع أنه يجرب في المباراة دي لو خسيرها كان طلع معه بقى قولر وصقة في نفسه وبعدين واحد مكتسح واخد نتائج كبيرة جدا أنا برضه أعزره بصراحة يعني أنا بحط نفسي في الإطار بتاعه هو واحد من أول ما جي ما بيخسرش محدش بعمل أرقام قياسية قصر حتى بها كرقمان والجزئة رايح الدور الأول في الدور الثاني بتسل على كل الفرق هو وصل له مشاعر بغصبا عنه ومشاعر أنا مفيش حد يعرف كسابه نتائجه قدام فريس راميكا كلوباترا مع كابتن آيمان رماضي تحديدا كسب كل مارشات كل الاربعات كمان بالزبط والأربعات هو لعبه أصلا أربع مارشات خسر كابتن آيمان رماضي للأربعات ولعب مع فريس راميكا كلوباترا تقريباً 12 أو 13 مبارا لم يفوز عليه في تاريخه أبداً فريس راميكا على النادي الأهلي فهو نتائجه قدته ثقة إن مفيش منافس طب كواليس استعداد نادي الزمالك بقى النهاية الثانية نادي الزمالك طبعاً ما كانش فيه استعداد اللي هو يتعمل بسبب الحاجات اللي برا الكرة اللي حصلت لكن ما قدروش إن هما يكون فيه تدريب حتى جزيجه وميز المدير الفني لنادي الزمالك هو كمان مشتت قد مقترح أنا سمعته من مصادر يعني اتكلمت على إنه أنا ما عنديش مشكلة خالص في فكرة إن احنا نرجع يعني وننسحب فهو فيه حالة من التشتت إن حتى نفي محسكر الأبيض نادي الزمالك ده طبعاً عامل فكة وحتى جمهور ده الزمالك بدأ يحس بالتوتر بسبب إن فيه أفكار كتير جداً نسبة سبعين في المائة وصل لها الرقم إن النادي الزمالك ممكن ينسحب من نادي المباراة هل انسحبه إليها يا حسن؟ هيجي برامدز مكانه كبديل كان فيه مقترحين مقترح إن الزمالك لو انسحبه يتم تسليم النادي الأهلي على طول البطولة وبعد كده فيه مقترح تاني قال لك علشان الشركات الرائعة والمنظر برضو العام لازم يكون فيه منافس فقال له هنأخذ برامدز يكون هو منافس لنادي الأهلي ويخله سراميكا لبطرة يأخذ البرونزية والزمالك يخرج من بدون أي علاقة بس أعتقد أن ده لي تأثير كبير جداً على حالة اللعيبة في نات زمالك؟ التركيز آه التركيز اللعيبة اللعيبة خرجت من تركيزها يعني وده اللي قاله المتحدث الرسم إن اللعيبة أصلاً مش قادرة تتمرن يعني هو اللعبة تكلمه على فكرة أنا مش متعاطف مع الفكرة ديت لإن برضو يعني خلينا نتكلم باب لغة الكرة أنت ملكش دعوة اللي بيحصل جنبك يعني كل واحد يركز فرقته زي ما بيقوله الفرق والمؤسسات دايماً الكبيرة والأنداية الكبيرة دايماً لازم تفصل ممكن مواقف تحصل مفاجأة زي مواقف كهرباء فجأة خرج من معسكر فجأة إرجع فجأة غرامة مليون جنيه لعيبة النادي الأهلي عملت حقه إساء جداً منهم تلك كبات كابتن محمد الشرنية وكابتن عمر السولية وكابتن رام الربيعة قعدوا مع كهرباء جود لك لكن أنت غلطان وإحنا هنركز آه قالوا له كده فقعدة والقعدة دي تم الإعلان عنها كمان أنهما فيه حديث ضربة بينهم الناحية التانية كان لازم يكون فيه دور لكابتن محمود عبد الرزيش كبالب دور نوه ليدر وكابتن فناندي زمالية كان لازم ما يسمحش أن اللعيبة تخرج بره تركيزها وبرضو اللي أموه مما كمان على حتة اللي حصل حصل لو هو خلاص مواقف إن شاء الله بإذن الله يتم محله لكن لازم نستعادل الأهلي لأنه برضو زي ما فيه 70% أو 60% نسبة انسحاب فيه 40% وأنا أرشح للـ 40% لأنه زمالك مش يقدر يخش في مخاطرة أكتر من انسحاب في فترة قسيرة طيب بالنسبة لل عايزة الجامعة تانية للنادي الأهلي وتحديداً لو سامة أبو علي تجربته آخر 10 دقيقة في المباراة اللي فاتت ده بيدينا كده مؤشر إنه هيبدأ بيه في المباراة اللي جاية ده لا خلاف على وجوده وسامة أبو علي طبعاً ده هو أصلاً بالنسبة له هو هو يحطه وسامة أبو علي يحط على بقية التشكيل هو أصلاً بيحافظ على الرغم إنه العشر دقيقة لفاته مكانش يعني لمساته مكانتش دقيقة بقاله شهور ما بلعبش واللعاب الوحيد اللي واخد أجازة ده رفض إنه هو يخليه المسكورة حضرتك لو فاكر في نهاية الدوري كان وسامة أبو علي بينفس مع اللعب فيستون قالالا ماليلي اللي هو مهاجم بيرميدز والهدف آه هدف بيرميدز كان فيستون قالالا في آخر مباراة وكان سجل هدف واحد بس كان قصر رقم وسامة أبو علي وكان خد لقب هدف الدوري ورغم كده مارسل كولر قال له ما تجيش ومش هتلمس الكورة قال له طبعاً أنا خايف على لقب الدور يروح مني وهدف الدوري قال له يروح أنا أهم حاجة عندي الرسط بتاعك وراحتك فلاقب وأخذ راحة بقاله فترة الراجل بالنسبة له مبلوره قال له أنا عندي تخسر القفر داي ولكن أنا عايزك في النادي الأهل أنت بالنسبة له رقم واحد فهو جولدن بوي بتاع مارسل كولر يعني ده يتحط وتحط بعد دي التشكيل طب وغيابات بقى نادي الزمالك نادي الزمالك لحد اللحظة ما نعرفش الحالة الفنية اللعيبة للأسف يعني حتى المصابين يعني عندهم موقع يعني هون هذا اللفظ يعني هو أصلا عندك يعني نبيل عماد دونجا مصاب أساسا وفيه طبعا دلوقتي المشكلة التي هي بتاعت الغرامة التي هتدفع وإن شاء الله يخرجه يعني فيه كمان يعني باقي اللعيبة التي هي مش جاهزة أو الخرجة بره اللذي سكور زي عمر جابر عمر جابر يمكن بدأ يتحسن إن شاء الله يكون ليه دور ويكون موجود لكنها الحلة الفنية للعيبة وحتى لا بيشاركوش اللعيبة ديت كلها ممكن يكون مش أساسية أصلا يعني الغيابات ما فيش غير هم اتنين نبيل عماد دونجا هم الاتنين دونجا نبيل عماد دونجا مؤكف أطبعا هو أساسي في نادي الزمالك وعمر جابر ثم بعد كده الباقي كله يعني لا يرتق أنه يكون في تشكيل أساسي نادي الزمالك طيب نروح للنادي الأهلي مرة تانية ومركز حراسة المرة مصطفى شبير أعتقد أن المباراة اللي فاتت يعني أنقذ النادي الأهلي من الهزيم هو بيعاند مرسل كولور بيعاند في التشكيل هو مصمم على أن هو بنسبابه الحرس رقم واحد محمد الشناوي بدليل طبعا هو تاريخ ما اختلفناه هو تاريخ مع النادي الأهلي لكن الفترة دي مصطفى شبير متقلق طبعا ما حدش يقدر ينكر حتى أي حد محلل لكن هو اللعيند بتاع الراجل بيقول هو حتى إدى إشارة المطشي اللي فاتت أنا بلعب البودلاء هو شاور كده جماعنا بلعب البودلاء فلما لعب البودلاء حط مين حط مباردو شناوي حط مصطفى شوير وحط شناوي وعلى دكة لأنه ينزل المجموعة البودلاء بما فيهم اللعيبة اللي هم مش بشاركة فهو عنده قناعة أنه ده الحارس الأساسي بتاعي وعلى فكرة محمد شناوي طبعا برضو أينها ممكن يكون فيه شوية فيه انخفاض المستوى بعمل السن اللي أقل بدانية قلت شوية في الطرائق أو يعني الارتماء القرى وكده لكن زي الإسم كبير جدا ومن أفضل الحراسة الموجودين في القرارة الإفريقية وقناعة الراجل ما حدش أعرف في غيرها بالأخص كمان مدير حراسة المربع شارك مصطفى شوبير في المتشاط اللي فاتت عشان دي مجموعة البودلاء هو كان خلاص خلاص الدوري بدأ إرايح الأساسيين من وجهة نظره مصطفى شوبير يلعب أساسها لأي حارس أعتقد أن انفعال الشنوي في المؤتمر الصحفي شوية لما حد سألو على مين اللي هيشارك وعاد يقول إحنا كلنا واحد محدش يكلمني في الموضوع ده إن ده معنا أن مصطفى شوبير هو اللي هيشارك مش الشنوي لا بالعكس ده معناه أنه هو حارس عنده خبرات كبيرة جدا بقدر يتعامل مع وسائل إعلامه والضغط هو كابتن فالكابتن لما يجي تسئل عن زميل لي طبيعي يجي يقول لك أي حاجة أي روتشن هيتعمل أنا موافع عليه لكن هو أنا وجهة نظري أن قناعة الراجل بي أكبر هرجع لك بقى مرة تانية للزمالك وعايزة أقول لك على حاجة برغم المشاكل اللي أنت كنت لسه بتتكلم فيها دلوقتي الزمالك لسه كذبان السوبر معنوياته مرتفعة والجمهور معنوياته مرتفعة هل ده ممكن يكون دافع للزمالك أنه يرجع بقوة رغم كل اللي بيمر بيه دلوقتي من أزمة يعني حين نتعاوزين بصراحة الزمالك أنه هو بيأمره من رحم المعاناية بيرجع تاني ده التحدي لجمهور زمالك بيقول لك إحنا بنتفاعل أن يكون في مشكلة قبل أي مرش مهم والله حقيقي يعني الوقت جمهور زمالك على السوشيال مادية يجي يقول لك إحنا حسن أن في حاجة حاله أجابنا في الآخر وبعد الصفرة لازم ضبر فوارد بشكل كبير هو بس اللي أنا خايف عليه أو اللي أنا مشفقة على حالة لعيبة ناري زمالك أن حتة الفكة الموجودة يعني توقفر طبعا أكيد ضغطة أعصاب مجلس الإدارة كمان بيانك كتير نزلة متحدثة راس منازل وهنا وهنا ففي حالة تشتت ولعيبة بغصب عنها تتابع السوشيال ميديا فلكن أنا عايز أطمن جمهور زمالك عاملنا عرفتوا الموضوع أي مشكلة في النادي زمالك في الطريقة للحال والأمور خلصت في غرامة بس أتدفع وبعد كده إن شاء الله هالأمور دي كلها هتعدي ولعبة ناري زمالك كلها هتشارك حتى مع جماهير أنت خدت مني بطولة والأهلي وجماهير وشايفين أنهم بناء نمبر ون في القرى الإفريقية فلما يجي مع نادي زمالك غريموا التقليد ويجي يخسر بطولة وهم عارفين إن حالة النادي الأهلي فنان أعلى كان فيها هزة وكسرة غريبة مفاجأة اللي هو حاجة بره سندوق فبيتواعدوا أنا هوريك إن أنا نادي الأهلي ومارسل كولر أنا وجهت نظري لو خسر ماتشين من النادي الزمالك على التوالي وخسر بطولتين الرجل ده يمشي بالنادي الأهلي فما عندهش رفاهية أبدا أنه يخسر ودي قاعدة موجودة يمكن في النادي الأهلي شوية أكتر من نادي الزمالك اللي ممكن يدي أكتر من فرصة لكن ما فيه صبر في النادي الأهلي زي ما موجود في النادي الزمالك على مدير فن يخسر بطولتين على التوالي مستحيل قبل مباراة السوبر كان الناس بتتوقع نسبة فوز الأهلي 70-30 سوبر الأفريكي النهاردة النسبة ممكن نقول كم؟ 50-50 دلوقتي 60-40 60-40 للأهلي برضو خلينا نتكلم على فكرة أن الراجل متحفز والتحفز مع إمكانيات موجودة ومع إسكوات كبير الكفة هتروح له شوية لكن برضو المرة اللي فاتكت نسبة الزمالك 30 وقدر أن يفوز لو ترفعت 40 يقدر برضو أن يفوز دي قاعد هنا أنا بقولك على الأدوات اللي موجودة عند النادي الأهلي كسكوات كامل في جماعة المراكز الزمالك عنده مشاكل في مراكز ولكن القاعدة الناحية الثانية للنادي الأهلي جاهز وعنده جماهير متحفزة وعنده مدير فني على المحك وممكن يرحل الدفع الكتير ديت مع كمال مكافئات مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سافر مع البيعسة مخصوص عشان يكون دعم لهم في حالة من الالتزام المعناوي بالنسبة للجماهير أننا هنجابلكم البطولة ديت النحية الثانية نعفهم فكرة أن النادي الزمالك بقى يخسر من النادي الأهلي في هذه المباراة يعني ممكن شوية تكون أهوى من خسارة النادي الأهلي يعني خسارة الزمالك هتكون أهوى كتير جدا من خسارة النادي الأهلي خسارة الزمالك الجمهور الزمالكية ولسه فرحان من الأيام بسيطة واخت سوبر إفريقيا لكن خسارة النادي الأهلي تعليل كتير خسارة مرتين وخسارت بطولتين هكون مشكلة في حالة أنا بقى توقعي لو الزمالك فاز على النادي الأهلي هياخد سنين شوية الموضوع هيتحاول بشكل معناوي جبير جدا لزي بقى حضرتك تفضلت وقلت هتبقى فيه فروق معنوية زي 2020 كده فيه كسرة في الجيل طيب بدأنا نسمعه على إن كولر يمندول في أفضل حال مع النادي الأهلي وفيه كلام يقول إن هو هيرحل مارسيل كولر هل تتوقع حاجة زي دي؟ وفي نفس الوقت يعني لو نقيم بشكل مبدأي أنا عارف إنه لسه بدري على تقييم تجربة كابتن محمد رمضان مدير كرة في النادي الأهلي لو بشكل مبدأي تقيم لنا تجربته حتى الآن من نظر مدرسة ألف السلام عليك ألف السلام عليك عفوا اللي أنا عايز أقوله كابتن محمد رمضان لما جيب توجيه من كابتن محمود الخطيب علشان حاجتين الحاجة الأولانية قاله عيد ترتيب المدرسة من جوا رقم اثنين رقم واحد عيد ترتيب المدرسة من جوا رقم اثنين أنا عايز اللعيبة السوبر المشتتة ديت بترجع مرة تانية لتركيزها كان رقم واحد عندهم كان إمام عشور خرج برر التركيز بدأ يركز على السوشيال ميديا بدأ يركز على التصراحات اللي بتخرج الضغوط اللي تحصل من جمهور نادي الزمالك على اعتبار انه كان لعب سابق في نادي الزمالك وده طبيعي فهو جاي علشان يكون نظر لمسخ خرزان وده حقيقة يقدر انه يطبقها هل يقدر مع الجيل ده؟ يعني هو احنا عارفين ان دي مدرسة مدرسة مهمة جدا بس كانت تمشي مع الاجيال اللي فاتة ده كل حاجة في التربية وفي الكورة وفي المدارس وفي كل حاجة كورة الإجابية مثلا كان يمشي مع المدارس السابقة يعني فترة سابقة لكن يجيل الحالي من اللعيبة هل ده يمشي معهم؟ يمشي جدا هو شخصيته 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 يعني ليدر يقدر انه يوجه القرار اللي خده الدم كهرباء ده اعتقد ان من اقوى القرارات اللي ممكن تبين معدن وقوة شخصيت المدير فن انا مدير كورة ومدير رياضي للنادي خدت القرار للاعب جمهور الزمالكة تصايد فرحة انه هو رحل وهينزل القاهرة ما همنيش اديته أردر انه هو برا للسكواد بتاعي خصمت منه مليون جنيه وقدرت كمان اطلعه برا للسكواد بتاعي لا هو جاي يفرض سطوه ويجي يقول انا فعلا جاي بفرامان من مجلس الإدارة ان اي لعبة لقيه برا للفكر بتاعه هخليه فعلا برا للحزب بتاعتي فانا اعتقد انه هو بالعكس تجربة هتنجح وبانت بالفعل لمساتها الفترة الاخيرة مع النادي القليل كل توفيق طبعا للأربعة فرق ونشوف كرة يعني اتشرف الكرة المصرية كرة المنتاع شكرا جزيلا لك سوز اسلام علوي المحلل والناقد الرياضي بنشكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا